ثمانية أعوام جفت فيها مياه الدبلوماسية التركية المصرية تعود بتقارب متسارع بدأته الحكومة التركية بإيقاف صوت المعارضة المصرية في الداخل التركي تركيا الإخوان ومصر السيسي تقارب بعد فصام بدأت القصة عندما اشتعل في العام 2003 الشارع المصري بوتيرة الإخوان القوية وعزل الرئيس السابق محمد مرسي الذي كان يمثل الحضور الإخواني في المشهد السياسي المصري كان هذا مفتاح إغلاق الباب التركي أمام العلاقات مع القاهرة فتركيا أردوغان الذي يتربع على عرش قائدة كبيرة من حزب العدالة والتنمية فتح بابا آخر للمعارضة المصرية وقنواتها الإعلامية ليتسارع المشهد في طريق متأزم على شوك بدلا من الوردة كانت تحول دراماتيكي في التوجه التركي نحو الملف الليبي ودخول مقاتلين أتراك إلى ليبيا لإدارة القرار الليبي بما يخدم عنقرة سياسة وتوجه على الطرف الآخر كان ترسيم الحدود البحرية الغنية بالغاز سببا مهما في الخلاف بين الدولتين وقرار القاهرة برسم حدودها في البحر المتوسط ما أثار غضب تركيا التي تمتلك حدودا تضل على البحر المتوسط لكنها تعاني من خلافات مع جيرانها مفتاح الاقتصاد كان الأكثر خطورة عندما أغلق أمام العين التركية ما جعل الأخيرة تتجه إلى رسائل الفتاحية مع مصر والسعودية والإمارات وتمهيدا إلى عودة جريان المياه والمصالحة إن صح التعبير بين قيادتين مختلفتين تماما في السياسات إلا أنهما في النهاية شركاء في العلاقات والاقتصاد أغلقت قنوات المعارضة وتقاربت قيادت دولتين لكن التساؤلات الآن الأكثر حضورا على الطاولة العربية والمشهد الإقليمي وعلى الطاولة الدولية وشكل الصورة العالمية بعد زواج اقتصادي أنها مرحلة خلافات كانت تسمن وتغني من جوع ترجمة نانسي قنوات المعارضة